مساء خير طلاب اليوم رح نشرح المحاضرة السابعة من نهاج البروستادونتكس مع المرحلة الثانية هاي تعتبر من أهم المحاضرات من نهاجكم رح نحكي بيها عن الـ TMJ Anatomy and Physiology of the TMJ Temporomandibular Joint هذا الجوينت رح أبلو أن تدرسوه بالمرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مو بس هنا رح تأخذوه حتى بمادة سرجري بعدين رح تأخذوه بالبروستادونتكس كل سنة همين رح نقعد عليكم موضوع وهي أضافات بسيطة فضروري أنه انتم من المرحلة الثانية تكون أتكم فكرة جيدة عن الـ TMJ حتى ما تعانون بالسنين الجاي بالبداية المفصل هساني دعطيكم ملاحظات قبل من بلش بالمحاضرة Temporomandibular Joint أغلبكم درسي بصف أول بس ماخدين عليه overview بسيط هذا هو المفصل اللي هو عبارة عن تمفصل يا عضمين الماندبل وتمبرو بون من اسمه Temporomandibular فهو Temple bone في الماندبل احنا نعرف انه الرأس كلها عبارة عن يعني الأضام مالته مرتبطة بشكل ثابت الماندبل رح يكون العضم الوحيد اللي ممكن انه يتحرك الماكزيلا مثلا احنا ما اخذيه fixed ما يتحرك بس الماندبل إذا نجي طبعا بالبداية شوفوا الموقع ماته هاي ركزوا بياسه لانه رح نحتاجها بعدين بالمحاضرة صايرة قدام هاي مال إذان قدامها بالضبط هو صايرة TMJ إذا نكبر الصورة مات TMJ شوية رح نشوف هذا العضم اللي هو حسنا نعرفه اللي هو الكوندايل مال الماندبل بس قبل ما نكمل من يتذكر هذا البروز اللي هنا مال الماندبل شنو اسمه خليك تبلي بالشات هذا الكورونايد سوري هذا الكوندايل اه غشي شدكم آني يلا اوكي انتو قلتوها بعد فهذا الكوندايل هو اللي رح يتمفصل بالTMJ هذا الكورونايد ما لنا علاقة به ما رح ندرسه قصلا ولا رح نحكي عنه اي شي احنا يسه كله بالكوندايل فنرجع اهنا هذا الكوندايل اللي هو العضم اللي صاير من جوا وهاي التمبرال بون صاير اهنانا اكو فوسا فوسا احنا ما اخذيها من المرحلة الاولى يعني مثل انبعاج صاير اهنانا هذا انبعاج زي تشوفونه عضمة مو عدلة عضمة هيتش داخلة لي جوا هاي الفوسا رح نسميها mandibular fossa يا وين مكانها مكانها بالتمبرال بون اللي هو هاذا الفوق لعد ليش سميناها mandibular fossa لانه متمفصل بيها الماندبل داخل الكوندايل من mandible داخل هنانا فهاي سميناها mandibular fossa تمام وبالنص اكو فتشي اسمه articular disc هاذا همين رح نحكي عنه بهاي المحاضرة فانت حفظوا المفصل هو عبارة عن ثلاث طبقات اللي من جوا عضم اللي هو الكوندايل من فوق كلش همين عضم اللي هو التمبرال بون اذا ردنا نحدد بالضبط يا جزء من التمبرال بون نقول هايا اللي هي mandibular fossa او الها اسم لاخ هس رح ناخد اللي هي glenoid fossa بين دني العضمين الماندبل والتمبرال اكو الديسك هاذا الديسك رح نشوف اكو مسافة بينه وبين عضم الفوق وبينه وبين عضم الجوا دني رح نسميه الكمبارتمنت هاذا upper compartment وهاذا lower compartment فإسا صارت عندنا خمس طبقات بالTMJ بالبداية الراجع اللي ثلاثة الرئيسية اللي هي العضم الصوري condyle خربطتوني وبعدين يجي الدسك وبعدين يجي العضم اللاخ اللي هي mandibular fossa والتمبرال بون هسا نبدأ بالمحاضرة بالبداية تعريف TMJ اللي هو temporal mandibular joint مثل ما قلت لكم هو اساسا دي عرف نفسه لان ديقول temporal احنا نعرف هذا temporal بون mandibular ما الماندبل joint فهو التمفصل ما دني عضمتين is the articulation يعني هو التمفصل of the condyloid process of the mandible التمفصل ما شنو قلناها احنا قبل شوية الماندبل بالضبط يجزء منه ال condyloid process أو condyle and the inter articular disc يعني انت صر بهذا اللي هو الدسك صير ابيض هنا with the mandibular or glenoid fossa اللي هو هذا الجزء هنا ما temporal bone هاي قلنا نسميها mandibular fossa او glenoid fossa of the temporal bone فهو هذا تعريفه بس قال انه هو articulation ما دنيه ثلاث شغلات ال condyle و mandibular وال inter articular disc وال glenoid fossa زي التيم جاي رح يتكون من parts هسه احنا تقريبا كلها شرحناها ل parts اول واحد الماندبلر او glenoid fossa اهنا بدينا من فوق قلنا الفossa اللي من فوق اللي هي جزء قلنا من يا عظم أريدكم تكتبوا لي هسه بالشات ثانيا ال condyle او head of the mandible مضبوط temporal bone عاش تيتكم ثاني جزء يتكون منه ال condyle او head of the mandible اللي هو هذا بسه شرحناه فسهو عددنا العظم الفوق والعظم الجوه بقط الشغلات اللي بين العظم شنو راح تكون اول شي ال articular disc او الاسم الثاني ماتة اللي هو المنسكس اللي هو هاده هنانا صاير هاده articular disc الصاير هيج باللون الرصاصي هاده شنو يحجى عنا which is found between the condyle and the glenoid فossa معروف الموقع ماتة احنا ده نشوفه ما بين اللي من جوا اكو ال condyle ومن فوق اللي glenoid فossa او الماندبل فossa نفس الشي it divides the synovial joint or TMJ into upper and lower compartment او نقدر نسميها superior يعني الاعلى نفس الشي همين upper او inferior يعني lower هاي همين نعرفها يعني هاي اللي فوق اللي فوق الدسك يعني هو سقسم اللي joint الى نصين نصف اعلى ونصف اسفل النصف الاعلى هو الفوق الدسك اللي صير تمفصل ما بين الدسك وال glenoid فossa النصف الاسفل هو تمفصل ما بين الدسك وال condyle bone condyle process اخير جزء اللي هو الرابع اللي هو synovial cavity يعني هاي كلها upper compartment والlower compartment اللي صير بين عظمين هاي راح نسميه synovial cavity زي the difference between TMJ and other joints in the body TMJ راح يكون فيه مفصل كلش مميز بالنسبة لنا احنا خاصة اهل الاسنان لين هو مفصل الوحيد تقريبا راح ندرسه واكثر مفصل راح تتعمقون بالمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة راح تاخذون امراض ماتة وذني امور كلهم فهو في هذا مفصل مميز اكو اربع نقاط تميز لهذا المفصل عن كل المفاصل اللي بتجسع اول واحد انه TMJ at the articular disk هذا شفناه صير بالوسط which completely divides the joint spaces into upper and lower joint compartments يعني هذا disk راح يفصل لي راح يقسم المكان مع joint الى upper compartment يعني حجرة العليا والحجرة السفلة هاي افتامناها مع disk وشون يقسم ثان النقبة the TMJ is gingley more arthrital joint شن يعني هذا بمصطلح الطوي يعني صر بي نوعين من حركة النوع الاول اللي هي rotation والنوع الثاني اللي هو translation هاي راح ناخذها بنهاية المحاضرة بس من هاس خلوا ببالكم الدوران وال translation او اللي هو يعني يزحلق فيدور ويزحلق هاي راح ناخذها بالنهاية ثالث شي the relationship of teeth affect the relationship of the articulating components وهاي راح نشرح ها اكثر بالمحاضرات الجاية انو شلون الاسنان راح تأثر لي على TMJ ورابع اخير نقطة the mandible is the only bone in the body hinged on both ends هس اذا نشوف mandible مالتنا من اليمنى ومن اليسرى مستحيل اقدر احرك جهة والجهة الثانية تكون completely fixed ما طول تحرك الجهة لازم تتحرك الجهة الثانية وياها فغير يعتبر فدميزة لهذا مفصل ممثل باقي مفاصل الجسم اقدر احرك ايدي ويدي الثانية ما تتحرك لانه ممربوطات ممثل mandible اللي مربوط من الجهتين فرح يكون hinged on both ends that is not capable of independent movement at one side ما يقدر يتحرك بشكل منفصل بوحدة من sides then فسع مدرجة النقاط بس نقرأ الاسود اللي انا يخلي الكم ايا the articular disc ورح يقسم الى فوق وجو رح يكون gingley more orthoidal اللي هو بنوع من الحركة الاسنان رح تأثر لي على المفصل ولازم يتحرك both sides hinged on both sides يعني مرتبط بالجهتين يمنوي يسرع المفصل هس اذا تلاحظون اريد وتفتحون حالكم اكثر شي تقدرون هس انا طبعا رح اقول لكم تسألون فتح حركات فانا ما تفتهمون المحاضرة لازم تسألون هاي حركات ويا تفتح عليكم اكثر شي تقدرون رح تشوفون انه توصون في limit بعد ما تقدرون انه تفتح حالكم اكثر نفس الشي اذا تودون الماندبل المالتكم يمنى او تودو يسر هم رح توصون في limit ما تقدرون انه تعبروها وحدة من الشغلات اللي تسوي limit يعني limitation للحركة ما الفم او ما الماندبل هنه دني لحبال ادع شوفوه هاي هنا دني نسميه tendons يعني اربطة هاي عبارة عن تخيلوها بالضبط مثل الحبل ده تربط تربطة وتلزمة قوي نفس الوقت على المود انه مو افتح حلقي ابل انا افتح حلقي وبالاخير يفصل الماندبل رأسا يعني انه يصر خلع بالمفصل لا هاي تعتبر كأنه حبال مع السيفتي على المود انه تربط لي الماندبل اكو اربع تندينات رئيسية رح ندرسها اللي هي بالبداية هاي اللي هو اهم واحد اللي هو نسميه نفس الاسم ما المفصل فهذا ليش هذا رح يكون رئيسي هذا المفصل اسمه هذا اللي يربط بيناتهم همين اسمه تنبرو ماندبل لقام اكو ادنا الكابسلر لقام اكو ادنا دني الاثنين دني الاثنين اسماء هم شوية مميزة وحلوة همينة هذا الستايلويد بروسس ما اخذيتم مفروض العام ما اصير هي شي بروز الابرة فهذا رح يكون اسمه الليجامنت الستايلو ماندبلر ليش لانه دي يربط ما بين هذا العظم وما بين الماندبل فسمينا ستايلو ماندبلر واكو الثاني اللي يسمي سفينو ماندبلر اللي هو يربط بالسفينو بالماندبل ده تلاحظون هي كلها عبارة عن عظام عبارة عن أربطة ده تربط الماندبل يعني من جهها هي مرتبطة بالماندبو اللي هو الجزء المتحرك ويجزء ثابت سواء كان الستايلويد او السفينويد او دي الربطة بالتمبروبون بحث انه دي يسوي لحبال مع الامان انا مود انه ليتحرك زايد الماندبو بس هنجي نقرأ عنهم كل ما اقول لجمانت ستتخيلوا ببالكم احبال مع سيفتي يعني هاية بس الامان راح تكون the ligaments that affect the movement of the mandible consist of اكو عدنا دني the temporomandibular اللي قلت لكم هذا الرئيسي and the capsular ligament اللي هما دني الاثنين اللي هما اقصر اثنين راح يكونون بزني هنا الرئيسيات بعد شنو عدنا همين عدنا السفينو mandibular والستايلو mandibular ثانتين يبدون بالاس وثانتين نهايتين mandibular الاسفينو هادة مرتبط بالاسفينويد بون والستايلو هادة اللي مرتبط بالستايلويد بروسس فأسا خلي نعددهن بيننا وبين نفسنا ادنا temporomandibular الكابسولر الاسفينو mandibular والستايلو mandibular دني اربعة the mandibular bone has specific relationships to the bones of the cranium هو راح يكون مرتبط بيهم بس الطريقة مميزة بالعظام مع الجمجمة هس بالبداية اول اثنين اللي قلنا عليها الرئيسيات اللي هي temporomandibular والكابسولر ligaments دني شنو وظيفتهم خلت لكم ياهم بالاسود طوخ the mandible is connected to the cranium at the 2TMJ by the temporomandibular and capsular ligaments فإذا يجيكم سؤال شنو وظيفتهم دني دني وظيفتهم انه يساوي لي connection راح تربط المandible ويا الكرanium ويا الجمجمة الاثنين اللي مو رئيسياتي قلنا عليه the sphenomandibular and the stylo mandibular ligaments also connect the bones in such a way to limit the motion of the mandibles فذني همين راح توصل وظيفتها الرئيسية همينة انه راح تسوي limitation the motion of the mandible شنو يعني مثل ما قلنا نفس الفكرة ما الحبال وما سيفتي انه راح تحدد لي الحركة اللي تصير على الموضي انه mandible ما يتحرك زايد ويطلع من مكانه راح تلزمة فهي شنو نسميها بالانجليزي نسميها limit some motion of the mandible يعني ما راح تخليه يتحرك على راح ترح تسوي له تحدده the function of the ligaments هالساب صورة عامة اذا بس يقول لي ligaments مالتي ام جي شنو الوظيفة مالتها to stabilize the joints by limiting the movement مثل ما قلنا انه راح تخلي تقللي الحركة اللي تصير ما تخلي يبتعد هواء عن المفصل بحث تسوي لي stabilize the joints راح تستبله ligaments do not stretch هي مثل الحبل الحبل راح يصير بي stretching ما راح يزيد الطول ماته but it could be elongated هاي بعض الحالات المرضية ممكن يطول ligaments and the elongation of the ligaments could compromise normal joint function شنو يعني خلنرجع للصورة نشوفها دني لما افتح حساني حلقي راح توصل مرحلة بحيث انه بعد خلاص هذا راح ينمط بعد ما راح يطي نفسه اكثر ما راح يطول فما راح يخليني افتح حلقي اكثر بعض الحالات المرضية خاصة كبار السن هذا ال tendon يعني كل هن دني ممكن راح يطول شوية من يطول راح يطي مجال لتي ام جي يصير مثل المفصل مولس عبالك نسميها بالعامية يعني يقدر يتحرك اكثر منا ومنا هاي الحركة الاكثر راح تسبب لي مشاكل هذا ليش واحدة من اسباب ليش كبار السن تصير ادهم مشاكل بالتي ام جي وغاية من ادهم ليش بسبب elongation ما ال tendons اللي صير ادهم فال tendons يعني ما ريدها تكون طويلة لانه اده طولة راح تسبب لي مشاكل واحد منه اكثر شي عد كبار الامر هسا ديشة كانت اللي هي sorry اللي هي قلنا الاربطة التيم جي مو بس بي لقامن دات حيطة بي عضلات همين العضلات اكو جزء منها احنا نعرفها اساسا مخطية بصف اول اللي هي مثلا muscles of mastication من يتذكر muscles of mastication همين خليك تبلي بتشاب muscles of mastication اللي هي العضلات حلو مسيتر عضلات المضغ مضبطان اللي هي العضلات اللي راح تساعدنا بالمضغ اللي هي اربع عضلات رئيسية ثلاثة منها تسد الحلق ووحدة منها تفتح الحلق هذا اليش تشوفون انه مثلا احنا العضل مالتنا هوية اقوى من قوة الفتحة لما واحد يفتح حلقه ما يفتح بقوة عالية لان هي عضلة وحدة رئيسية لانه اكو بعض عضلات همين ده تساعد بعملية فتح الفم بس اكو عضلة وحدة رئيسية ده تفتح الفم بينما اكو ثلاث عضلات رئيسية ده تسد للفم فراح نشوف انه لما العضل نعضل فورس عالية اشتيتكم بس نشوف احنا المسلز of mastication هاس مثلا هاي عضلة شبيرة اللي صايرة fan shaped مثل المروحة اللي هي temporalis مرتبطة من جهة بعضم fixed عضم ثابت اللي هنانا عضم temporal ومن جهة اللخة راح ترتبط بالماندبل بحيث انه راح تسحب الماندبل باتجاهها فراح تسد الماندبل نفس الشي بالنسبة المسيطر المسل اللي هاي القاصي هنان واكو بعد المedial pterygoid والlateral pterygoid هسا راح ناخد عنها المسلز راح نقسمها بالبداية العضلات اللي مرتبطة بالTMJ the muscles that control the movement of the mandible may be considered in three groups راح نقسمها الى ثلاثة اقسام closing muscles يعني اللي تسد الحلق شنو يعني تسد الحلق يعني تسوي elevation للماندبل راح ترفع الماندبل فراح ينسد الفن اكو gliding واكو opening muscles رس وممكن واحد يسألني دكتور يعني closing افتهمناها راح ترفع الماندبل فراح ينسد الحلق opening راح تنزل الماندبل فراح تفتح الحلق راح نسوي الى opening gliding شنو gliding يعني مثلا لما آني دا أقدم الماندبل ما تلي قدام رسالتكم تقدمون الماندبل قدام او لما تودون الماندبل يمنو يسرى نفس الشي عاش تيد جزينب لما تودين الماندبل يمنو يسرى هاي كلها تعتبر muscles تزحلق الماندبل باتجاه معين مو closing or opening بس I want you to feel it لأنه أهم شي مو بس نحفظ لازم نفتهم هزين شنو يعني خلوا بالبداية الأصابع عمالتكم هنانا وين هاي منطقة بالضبط اللي هي منطقة مع التمبرالس هنا صايرة الإذان فشوية قدامها ولي فوق وليتكم سدون حليبكم قوي سدوا قوي راح تلاحظون نهنانش وهاي العضلة صارت شوية قوية اللي لاحظة هاي الشغلة دا صير خليك تبلي بالشات بعدين نفس الشي أرخي حلقي شوية وارجع أسدها قوي راح نشوفها هاي صارت قوية أرخي شوية وارجع أسدها فهاي شوكت دا صير قوية هاي العضلة يعني شوكت دا تتقلص لما هندا أسوي closing لما نسد حلقي قوي هي هاي دا تسحبلي الماندبل لفوق فدا تتقلص دا صير قوية حلو عاشت تيدكم نفس الشي إذا تخلون أصابيعكم هنانا بهاي منطقة اللي هي يعني من الأنجل ما ماندبل ليه جوه هاي هنانا هم من نفس الشي خلوا أصابيعكم يمنوا يسرا وسدوا حلقكم قوي رخوا سدوا قوي ورخوا راح تشوفون هاي العضلة اللي هنانا اللي هي المسيتر دا تتقلص دا صير قوية لما هنانا يسد حلقي قوي دا تحسون بيها كل اشتما فسدني هي تعتبر أقوى عبالتين التمبراليس و المسيتر دني شنو بعد ما ننساها نتسد الفم فهذا ليش لما نسد فمنا قوي نشوف هي صارت قوية هاي ليش ننصر بيها كونتراكشن دا تتقلص هي دا تسحب لي الماندبل بحث النوم فمي دا نسد هذا جدول لقيته في واحدة من المحاضرات كل اشتغطيف يقولنا المسلز المسؤولة على opening الماث نما نفتح حلقي اللي هي lateral pterygoid احنا مثل ما قلنا المسلز of mastication أربعة ثلاثة منها نذني اللي دا تسد لي الفم دا ترفع الماندبل لي فوق بعد دا ينسد الحلق اللي هي مسيتر حسيناها temporalis هاي تشبيرة اللي فوق الإدران همين حسيناها و medial pterygoid بقت عدنا الرابعة اللي هي lateral pterygoid هاي لا هاي راح تسوي لي opening الماث مو راح تسد هاي هي اللي تفتح الفم بالإضافة إلى هاي عضلات بعض وياها مساعدة تعتبر ثانوية مثل diagastric أكو عضلات راح تسوي لي protrusion تقدم الفم تقدم الماندبل لي قدام هسه أريدكم شو تسوون ترجعون المسيطر المسيطر اللي هي هاي كأن اللي صايرة هي بالزاوية مع الفم لي جوا يعني صايرة بضبط وين واحد يزم خده ينزل إيده لي جوا ويرجعها لي ورا هاي راح يوصل للزاوية مع الماندبل وتقدمون الماندبل مالتكم لي قدام قدموا مو تفتحون فمكم لأ قدموا الماندبل اللي قدام همين راح تحسون إنه هاي العضلة تقلصت المسيطر المسيطر لأن هي هاي همين واحدة من العضلات اللي تقدم لي الماندبل اللي قدام فايا راح نلقيها ودني باقي الجدول أنتو غير مطالبين بهذا الجدول كلهم مطالبين به الحاج اللي بهذا السلايد المسيطر والتمبرالس والميد الريسيات اللي هست هون شنو قلنا عليهم تسد الفم بتصعد الماندبل لي فوق وهذا تسد الفم دني اللي احنا حسينا به هن المسيطر وتمبرالس مسيطر راح جر الماندبل باتجاه الماندبل يعني راح تصعد لي فوق فهيس احنا شنو اكو عندنا يعني كلمات مختلفة بس هي تقني نفس معنا فأني ممكن اقول elevating the mandible يعني ده تصعد the mandible لي فوق او ممكن اقول closing the mandible او يعني closing the mouth يعني ده تسد the mandible نفس الشي فذني فائدت هن يعني واحد يعظ عن طريق استعمال المسيطر والتمبرالس والميد والترغويد وقد عدنا رابعة صديقتنا اللي هي lateral ترغويد هاي الوحيدة mandible to the lateral pterygoid plate من اسمها اسمها lateral pterygoid فشنو وين ده توصل الم mandible ده توصل بال lateral pterygoid plate نفس الاسم in such way to act as a steering mechanism for the mandible يعني راح تكون مثل steering and act to protrude the jaw or to move it laterally هي ممكن تقدم الجو أو move it laterally يمن يسرى أو ممكن حتى تفتح الحلق يعني راح تفتح الفم consist of four groups اللي هي ده يسا شنو ده العضلات الأربعة four groups ده تفتح الفم يعني ده تنزلي mandible لي جوه supra hyoid platysma و infra hyoid و lateral pterygoid supra hyoid و infra hyoid ده سهلات platysma هي عبارة عن هاي الشريحة صايرة مثل الشيت اللي تنزل على الرقبة والlateral pterygoid هاي نعرف صديقتنا اللي هاي راح تفتح الفم فالlateral pterygoid بيه هاي حركات راح تسوي لما تتخلص ممكن تفتح الفم أو protrude the jaw أو تودي يمن يسرى مو بت laterally good prosthodontics هس دي ربط احنا حد الآن كأنه ده نحكي anatomy يعني كأنه ده نحكي هدا النك فشن ربط هاي انا كلها دني يسوال في ليه جدا أدرسها بما دت البروستاتيك good prosthodontic treatment bears a direct relationship to the structures of the temporomandibular articulation since occlusion occlusion اللي هو الأطباق هذا أطباق راح تحدد بشغلتين رئيسية اللي هي الأسنان لأن الأسنان هي راح تحدد لي بالضبط شون راح يقعد الجون لما نسد وبنفس الوقت التيم جاي فإحنا بالمحاضرات الجاية راح ندرس ثلاث محاضرات الجاية راح ندرس إنه شون TMJ راح يأثر ني على treatment ماتي هاي المحاضرة الأولى راح تكون بس مجرد introduction إنه أكفر شيء اسمه TMJ ودي يتكون من heech وheech راح يسوي لي heech وheech فاين أوف ها بعدين أسه تقريبا بقى ثلث المحاضرة اللي هي mandibular axis and mandibular movements هذا موضوع عريتكم كليش كليش تركيزون وياه هسه لأن هسه راح يبدي شغلنا يعني ك procedontics مو ك هدا نا ك anatomi أكو محوار دوران وأكو مستوي دوران أو مستوي دوران فمن the mandibular axis there are three axis around which the mandibular movement take place in horizontal sagittal frontal plane أكو تلف لما نباع على هاي الصورة لسه راح تشوفو هدا موضوع شوية معقد فاتوا مو كلش راح يجيبو لكم أسئلة صعبة عادة بعدين بلا خير راح أقول لكم شون راح تجي أسئلة عادة لما ندخل هادة هنان تخيلوا عبالك هاي فاد شيش يعني مال حديد ودخلنا هنان بهذا العظم منا وطلع من الصفحة اللخة بعدين أثبت لهذا بس أجي أحرك الماندبو داير ما داير هذا المحور مالتنا اللي هو هذا اسمه الhorizontal axis فإذا أحرك داير ما داير شو راح يصير الماندبو راح ينزل لي جوا راح يصعد بس هذان هاي من نانا ومن نانا راح أظل ثابت والماندبو راح يتحرك هاي لما نثبت منا والماندبو راح ينزل ويصعد هاي نسميها rotation يعني الدوران around the horizontal axis على هذا المحور اللي هو الhorizontal axis تمام زين لما الماندبو راح يدور داير ما داير horizontal axis ينزل ويصعد وهاي منا ثابت احنا شنسمي هذا على يا بلاين دايتحرك دايتحرك اللي نصفه فديتحرك ضمن sagittal plane يعني داينزل وديصعد فهاي الفكرة ما بين axis اللي هو محور الدوران والمستوي الدوران اللي دايدور داير ما دايرا هسا هاي كفكرة عامة لما نجي ناخد كل axis وحده هسا هذا الaxis اللي شرحت لكم عليه اللي هو ندخله من اليمنا لليسرة بحيث انه الماندبو تخيلوا هساها حديدة ثابتة وهنان فالماندبو لذا احرك راح ينزل ويصعد يعني كأنه الحركة مال opening the mouth وclosing the mouth نفس الشي هاي شنو نسميها نسميها الhinge axis او transverse horizontal axis لإختصار راح نسميها بس horizontal باعتبار انه هو افقي مو عمودي مو من فوق دي جو ولا من يمن اليسرة فهذا horizontal axis an imaginary line هاي طعان كلها تعريف مال axis راح تبدي an imaginary line around which the mandible may rotate خط imaginary يعني دات خيالة ورح يدور المandible دائرة باعتبار and sagittal plane during the opening and closing movements نرجع هنان للصورة هذا الhorizontal axis mandible لما يسوي rotation يدور دائرة مدائرة بحث انه هاي مناطق بضل ثابت رح ينفتح وينسد for opening and closing على يا plane دي يصير هاي الحركة على هذا plane اللي دي نصف من نا اللي هو sagittal plane ممكن سواعد يسع الدكتور زين شون تجي الاسئلة على شون تجي اسئلة على هذا موضوع مع axis و plane كل اللي يريد تعرفو دكتور ضمن المرحلة الثانية انه شنو يجيب لك MCQ يقول لك الhorizontal axis إذا تحرك دائر ما دائرة الماندبو ديتحرك علي plane تقول لها يبي الأحمر sagittal plane تمام نفس الشي لما رح ناخذ plane الا axis اللي بعد اللي هو sagittal axis يقول لك الماندبو لما يسوي rotation دائر فلازم هاي تحفظوها وتفهموها إنه sagittal axis إذا صار دائر مدار حركة إذن ديتحرك ضمن frontal plane vertical axis اللي وهذا إذا صار دائر مدار حركة ديتحرك ضمن horizontal plane فلازم تربطون vertical axis horizontal plane sagittal axis frontal plane واخير شي horizontal axis sagittal plane زي الآن ال axis الثاني اللي هو sagittal axis اللي هو دا يمتد من قدام لورا بحث إنه إذا حركنا mandible يعني ديتحرك من هاي الجهة دا ينزل وده يصعد بس هاي الجهة أحاول إذا ما أقدر بقية ثابتة طبعا هي مستحيلة تضل ثابتة 100% بس راح يدور دائر ما دائر هاي النقطة اللي هنا هاي هذا الدوران اللي هو بس مثلا أدور الجهة اليسرة راح نسمي rotation around the sagittal axis لسا بالبدان شنو تعريف sagittal axis كلش يعني واضح unimaginary line نفس الشي بس هنا نضفنه شنو anterior posterior امتداد ماتة من قدام لورا هاي جدي امتد around which the mandible may rotate when view in frontal plane راح يتحرك دائر ما دائرة mandible لمن أباعها بالfrontal plane نفس الشي هنا vertical axis اللي هو هذا من فوق لجوه هو عبارة عن imaginary line around which the mandible may rotate through the horizontal plane والا نهاية المحاضرة هم راح سألتكم مراجعة سريعة لذا هاي ثلاث بلانات لأنها تعتبر الشي الوحيد الصعب هاي محاضرة بس شنو دي قلني knowledge about mandibular movements هاني أساسا ليش دا أدرس هاي كله ليش دا أدرس planeات و opening و closing و gliding و دني أمور to understand various aspects of occlusion راح نربطها وي المحاضرات الجاية لأنه راح نطلب أنه نعرفها احنا وراح نبني شغلات على أساسها حتى راح نقيسها هاي كلها حركات راح نقيسها to arrange artificial teeth لما نيجي patient وما عدى ولا سن فوق وما عدى ولا سن جوة شنو راح أعرف شن أخلي الأسنان الطول ما لأسنان مالتا و to select and adjust recording device articulators اللي راح ناخده و راح محاضرات articulators بس أخير موضوع عدنا بالمحاضرة اللي هي mandibular movements راح نجي نقسمها so classification of mandibular movements إلى نوعين based on dimension يعني حسب هي مستوي لتصير هاي المovement و based on type of movements الdimension بسيطة حسنا هاي نفس هاي نحن قريناها هاي نسميها حسب الdimension يعني هي مستوي لتصير الحركة ف the mandibular movements are related to three planes of the skull اللي هي هاي احنا قلناها هذني ال planes نفسها اللي هي horizontal والfrontal وسagittal لنشوف هنا بالصورة horizontal هذا وfrontal هذا وسagittal the mandible rotates in each of the three planes of space الحركة mandible راح تصير mix كلها راح تصير بنفس وقت حسان لمن دا أحجي mandible ما تيد ينزل ويصعد نفس وقت ممكن يروح شوية يمن شوية يسر فهاي كلها تصير بنفس الوقت the point of intersection of the three accesses is called the center of rotation أكون نقطة اللي هي هاي اللي دا صير كل عمليات الدوران دائر ما دائر ها هاي النقطة دائما تجي MCQ لأن هي هاي فالشي واضح تعتبر ينظر من هاي المحاضرة فالأساتي إذا يجيبوها هو MCQ يقول لك النقطة اللي صير الـ it شنو اسمها اسمها the center هاي اسمها the center of rotation النقطة الوسط محور الدوران center of rotation center يعني بالوسط rotation يعني الدوران فهي هاي محور الدوران أسه قبل نشوف الموضوع اللي بعده عريدكم تنتبهون على هذا الفيديو ركزوا بيزين احنا نعرف انه mandible رح ينزل الحركة ورح يرجع يا صعد بس لما نباوة هنا سوري نصد الصوت بالبداية بعد شون ديتحرك mandible بس هنا نش دي سوي دي فتح شوية تقريبا يعني مسافة ما تتجاوز 20 مليون ويرجع يسد باو فتح شوية ورجع سد باو هنان اشت يصير هنا دا تصير حركة نسميها pure rotation بس دا يفتر هاي كلها بل ثابت بمكان هذا الكون دا بل ثابت بس دا يصير بي rotation بس دا يفتر هنا دا 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 هاي النقطة الحمرة فهاي الحركة لانه هي rotational movement بس عبارة عن دا يفتر فنسميها rotational movement من اسمها نرجع نباوعها واسه راح نكمل على الحركة اللي بعدها اذا افتح حلقي اكثر هسارتكم تنتبوون هنا شرح يصير هسه راح يفتح حلق كمل طلع هذا من مكان اتقدم لقدام تمام وين هو مفروض يكون مكان لما احنا ساددين بفم مكان هنا لاحظوا جدي يصير هاي بالبداية بالبداية اول تقريبا 20 مليم pure rotation بس دا يفتر دا ما دا المفصل بس دا يفتر بثاب هو بمكان اذا كمل اكثر وفتح حلقة اكثر دا يطلع من مكان دا يتقدم لي قدام فعلا شو نتقدم هاي الحركة راح نسميها الترانزليشن او سميناها بداية المحاضرة لما نقلت لكم اكون نوعين جنجلي مو ارترويدل قلنا يعني نصير بين نوعين من الحركة rotation و gliding اللي سميناها ترانزليشن rotation هي اللي راح تصير بالبداية لما نفتح فمه شوية بحث انه بس الدور هاي منطقة ترانزليشن اذا كملت وفتحت حلقي اكثر بعد راح يطلع هاي العظمة من مكانها راح تتقدم لي قدام هاي اللي نسميها gliding لعن gliding بالعامية يعني الزحلق فالكونويد الكونويد عفو شو دي يصير بيهنانا دي الزحلق من مكانه دي يتقدم لي قدام هاي الفكرة ضروري تفهموها لانه لأسف اكو طلاب هوايا لأحد ما تخرجوا منه كليةهم واساسا ما فاهمين هاي الفكرة شنين يعني rotation شنين يعني gliding اللي هي نفسها translation ما فاهميها بالضبط هاي شنين فأسا تضروري تفهموها فراح عيدلكم الفيديو عمود نتأكد مرة أخيرة بالبداية الحركة أول تقريبا 20 مليم لما patient يفتح حلقة أو لما احنا نفتح حلقنا فأشان فتح حلقة شوية بس تدور purely دوران بيظل ثابت بمكانة أوكي اللي هو هنا نفاتح حلقة هي قليل تقريبا هاي المسافة اللي هنا 20 مليم أو أقل فهاي الحركة هي تكون هاي اللي نسميها rotation اللي يتصر بالبداية إذا كملنا وفتحنا حلقنا أكثر بعض هاي rotation بتلاحظوها ثاني هاي rotation كملنا فتحنا حلقنا أكثر رأتصر gliding طلع من مكان تقدم لي تقريبا أي يعني بالكلام ودني أمور إنه أنا مدى أفتح حلقي هواية كل هذا تصير rotational movement وحتى لما نتصير gliding هي بالبداية تصير rotational movement عادي بس ورها من أكمل وأفتح فمي أكثر بعد ديصر بيها gliding هسا ريتكم ش تسوون عن مد هاي الفكرة بل يعني تترسخ في دماغكم خلوا أصابعكم قدام إذانكم بالضبط أكوين هاي اللحمة ما الإذان أو الشحمة ما الإذان ما عرف شو نسموها التريقس هاي خلوا أصابعكم قدامها بالضبط وفتحوا حلقكم ابدوا بالبداية فتحوا حلقكم شوية ما راح تحسون أكون فتحرة كده تصير بهاي المنطقة بس أريدكم شنو تضغطون شوية يعني بأصابعكم لا ضغط كلش قوي بس تضغطون شوية وراها كاملوا فتحوا حلقكم أكثر بعد للأخير راح تحسون بال gliding motion اللي دا صارت هاي هاي طرف كلش حلوة يعني واني دات والناس انه دات افتهموها فأريد انه شكوا واحد يعني دي حس بهاي الحركة يكتب لي بالشات بالبداية ما نحس أكو حركة قوية بس بس روتيشن انه تظل ثابت بمكانة بس دي ديفتر بعدين راح تصير ترانزليشن دي يطلع هذا من مكانة ديتقدم لي قدام ممتاز اكتر من عشرة بضبط مثل ما قالت نور صارت حفرة صغيرة عبالك هي هاي الحفرة هاي اللي هنا لما تقدم الكوند فممتاز حسا مبروك عليكم سهل عليكم هاي محاضرة مع تي ام جي مصف ثاني وثالث ورابع وخامس راح تشفون اشكد الطلاب خطيئة عنون من ازهم زي حسا based on the type of movement حسب نوع الحركة راح نقسمها هاي انواع مع حركات الى basic movement اللي هاي اللي انا هسا راويتكم اياه rotation والtranslation هاي نسميها basic movement this movement occurs at the level of the tmj it may be divided into نقسمها الى rotational movement آه طبعا خلا راويكم شغلة بالبداية نرجع على الفيديو احنا شنو قلنا هذا الدسك اللي صار بالبنفسجي اوكي الفوق الدسك هذا نسميه upper compartment هاي العليا اللي صار منطقة ما بين الدسك وما بين temporal bone اللي جو الدسك هاي نسميه lower compartment اللي هاي منطقة دا اشر عليها هسا فاذا نشوف rotation movement وين دا اصير دا اصير بالlower compartment الupper compartment ثابته الدسك ثابت بمكانه والtemporal bone ثابت بمكانه فهاي الحركة بس بالlower compartment دا اصير دا اصير حركة ما بين condyle وما بين الدسك فهمين شنو يعني lower compartment هاي هاي منطقة فبالrotation movement دا اصير حركة بس بالlower compartment بس لي جو لي هاي الحركة بعدين translation او gliding دا اصير بالupper compartment بقعو شون اللي هي دا اتحرك هاي منطقة ما بين الدسك وما بين التمبرو وبون اوكي هاي منطقة اللي هنا lower compartment تقريبا ثابت اللي هو ثبت خلاص بمكانه الupper compartment هي دا اصير بهاي الحركة اللي هي ما بين الدسك وما بين التمبرو بون تمام اسا نرجع نقرأ بوضبط جزء السفلي من الدسك صوت طقّة خفيفة اوكي منار هاي من الكاميرا محاضرة سأخبر لكم عليها ليش اكو طقّة هاي راح تاخذوها بالمدسن ما صف خامس كل التفاصيل ما تمام تمام فس نرجع هاي البيسيك موفمت اللي قلنا عليها اللي هي روتاشن و ترانزليشن نقرأ تعريف مالتها هاي الروتاشن اللي هي مفصل ثابت بمكانه بس ديصر بي روتاشن ديفتر ما بين الانفيرير سرفيس ما للدسك اللي هاي احنا شنو سميناها هاي منطقة اللي هنانا سميناها اللوار كومبارتمنت ليش اللوار لانصير اسفل الدسك سميناها اللوار لما نشوف الترانزلاتري او ترانزليشن او اللي كلها نفس الشي يعني انه طلع الكوندا وتقدم من مكانه هاي وينداصر حركة بالأبر كومبارتمنت it takes place in the أبر كومبارتمنت of the TMJ يعني بين شنو شنو between the superior surface of the articular دسك الجزء العلوي من الدسك وما بين اللي اللي نويت فوسا اللي هي هاي 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 ارجع اقول اسمها basic movements ركزولي بال ال هي هي ممكن واحد يشوف انه هي سخيفة مو مهمة بس انه هاي محاضرة صعبة على طلاب صف ثاني يجيبون منها شغلات بسيطة جدا يعني ممكن مثلا يجيب لكم rotational movement هي تعتبر شنو فلات لازم بس تقول انه هي basic movement تمام فهذا ليش ركزوا بكل التفاصيل مال هاي محاضرة النوع الثاني ديتش شنو كانت قلنا basic حفظوها rotation والترانزاتر هي basic movement النوع الثاني من movement اللي من اسمها functional movement يعني هي الحركات اللي راح تسوي لي function شنو يعني function دني opening and closing the mouth يعني السآل لما داريد اسوي function ماتي سواء انه داريد سوي mastication داريد امضغ اللقمة هيتعتبر function وظيفة داريد انه اتكلم هيتعتبر function همينا for opening and closing the mouth هيتعتبر functional movement symmetrical forward and backward movement symmetrical يعني يمنى ويسرى بنفس الوقت يعني اقدم الماندو والماتي لي قدام او ارجع لي ورا symmetrically جهتين يمنى ويسرى هيتعتبر functional movement asymmetrical sidewise movement or lateral movement يعني انه ودي يمنى او يسرى مو اقدم ورجع لا يمنى او يسرى هاي همينا تعتبر functional movement فذني حركات كلها اذا اجب لكم سؤال هاي شنو تعتبر ما تعتبر basic basic movements هن ذنيت اللي اخذناها rotational و trans thatery ذني هي تسوي التوظيفة بيها فهي تعتبر functional movement all mandibular movements except the terminal hinge movements هاي بعدين رح ناخذ هاي الحركة الوحيدة اللي نسمع terminal hinge يعني الhenge النهائي اخير شي هاي ما تعتبر functional movement فهي بعدين رح نشرح هي شنو هاي دست نرجع all mandibular movements are a combination of rotational and translational movements يعني كل هاي الحركات الدني سوية هي عبارة عن combination مو pure rotation مثل ما شفنا رح يتحول la translation most frequently and are referred to as being functional movements they are including هاي كل شو هاي تجي فراغات تجي MCQ وات انو هاي شنو تعتبر ذني او يخلو لكم بالاخير all of the above و لازم تختارون all of the above انو ذني كل هاي functional movements فهي يعني حفظوها زين كملنا المحاضرة ما لاتنا ما اليوم اتمنى تشونت محاضرة حلوة ولطيفة ما اخذنا وقت هاي وراح انهي السل التسجيل ونبدأ فقرة السلام السلام